وصلوا معي 8000 دولار كيف حدوث بتاليبون؟ مش هكي أنا مع الحلمني بكون وافي طب أنا بلشت بتاليبون يلي هو مباشر هون بلشت قبل بديو ويسكر مش أنا لو ما سكر أنا كانت صحبتها معهن كانت صحبتها معهن يعني أزا الشخص اللي مقابقي إلي إنت عن تشغل إنتويية هو مليح وأنا مليح طب أنا وقتل كان المدير العام معي مليح طب شو إلي عين يجي إليهم ورفاقي ولي بيصوروني ونمزح وكذا شو بدي أقول لهم أنا بدي أدشر لأنه يدفعين هناك 3-4 ألف دولار زيادة عارفتين كيف أنا ما تطلع مني مش كل شيء مصاري بالحياة يعني عندي المصدقية أهم من المصاري بتفكر أنه يوما ما رح توقف ما حرم يعرف هلأ نحن مرقين بكتير زنوف صعبة كتير مش شوية وبعدني مضاين معهم يعني مش حارفين كيف وان ما نوصال هلأ كتير صار صعبة معهم يعني حرام في موظفين مليونين ليرة ما عايشهم بعد معرف مليونين ليرة بتلفزيون لبنان عم يجبون يومين بالجمع شهر الماضي إلونهم ما تجوا 14 نهار مثل تبع الدولة الوزير حرام قدم اقتراحه ليزيدوا المصاري وكذا آخر شي ما هو فأقوله نصخرة والميزانية ماشية أنا بعرف من وقت ما كنت أشتغل وكن عندي برنمج بإزاعة لبنان زي كمان طيب على الدولة كانت كتير صعبة وأنا نحكي أنا من شيني أنا ما عايشي 4,000 دولار مع عقد 200 دولار حلقت زاري عدش بوابط بالشهر لقد افهمت على شكرا للمحال أحتجاب زاري بسيارا sóب بازالة ورز تابعيتي وأنا كتير مبسوطة أنو أعطى علامة كتير ما حنقلكم شو غير علامة لا أعطي لكم شؤال بس أبنوا مبالش هذا السيدة بس حبنا نذكركم تعملوا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعنا وأكيد كمان على منصات الصوتين مثل سبوتفاي أنغامي أبل بودكاست و جوجل بودكاست سنعمل حط بول سنعمل حط أسئلة وإذا فيكم كمان تخلونا ريفيو تخلو ريفيوز للمطاعم سيكون تمام ريفيوز للمطاعم نعم نحن نكونه على مطاعم نعم نعم شاهدتوا هذه كبة مادية سميكي كبة الصينية هناك أعلم تقول أنه تحب أرق دي في عالم تحب أرق دي أنا أعلم وأنا نذكركم كمان إذا كتير أكلت وفيكم تخبو بطنكم بالهودي طبعا سردي في تي شرتيت هذه الميرش بتلقوها www.sardaeafterdinner.com صح وأكيد ما حننسى البيترونز تابعونا www.sardaeafterdinner عن جد باليكن ما في سردي ومن وراكم نحن عم قدر نستمر وإذا باتكن تساهموا فيكن تساهموا بخمسة دولار عشرة دولار خمسة عشرين دولار اللي ورا الكاميرا اسمها دانا هي الأداتي تابعيتنا إذا باتكن تساهموا بساديتكم عم تنفعوا حق القهوة كما تضل عن تعم الأداتي وتضل لإخر الليل لأنه نحن مضلعنا في حاسها بازلة وكببعنا فينا ننهي لأنه أنا تعبت ايه مرسيبت بازلة وردو بازلة وردو بازلة وردو كل الناس بوحدة نبتلياتي له ومعنم تعودنا شيعي لا شيعي لا شيعي إنو حاعمارو عليك يا خيار شيف أنتوان بونسوار بونسوار بازلة وردو بازلة وردو أهلا وسهلا فيك محظتك استورا نجم الشاشة خمسين سنة بمجال الطبخ ستة وعشرين سنة ونص على الشاشة على التلفزيون مش على تاري الليبان بل على تاري الليبان بل على تاري الليبان صح تعلمت أجير بعتدي علم مستعوان بالطبخ مش بس جير واحد ومش بس كمان على التيفي أنت كنت استيز ومدير بمعهد الفندوية زماني غلطا مظبوط بالدكويني بالدكويني ومن سنتين تقعدت مظبوط وليس الليجنة الفحص ألف من رؤية لسبع سنين بلبنان كمان يا تكري عافية ومسوح بنا نرحب فيك ومعنا نعمل سردي معك إنو صلى زمان إحنا ومعنا نقعد ونتحدث ما في أحلى هدف إلا أنت إسلام لأن إحنا اسمنا سردي من بعض العاشة بس قبل ما نبلش بدأت له منك شغلي أنا اليوم طبخة كبابة الصينية والله طيبية وبازلة ورز أنا كثير أنا بطبخ طبخ ويخنات وهيكي في مجالة دوقن تشوفن تقليزا هلا أكيد هيئتن طيبين بس نشوفن إن شاء الله نحفوت عنه بصر أنا بس جيبيهم بعرف بس طلع فيهم من نظرة واحدة بتعرفت بعرف شو سير مع مشاكل كمان كمان كنين ندوخوا أنا عندي سرعة بديهة بس صحن بعرف كيف العوامل هيو عم تشتغل شو صار مع مشاكل صار هيك هادي في برغول هادي كذا هاي وحدة نعم بس لحطة بالسلسة بكل شي أيها مدية تفودي فودي ماشي الحال ما تعطينا ما عم تفودي بالكاميرا ايه هانك زبطت الوضع شوف أونتوان بالكاميرا هون ها تيرا تليني هام أنا عزبك بك جيبي صحن صغير ايه يالهو ايه بس صغير ياله اه منيح بس البازيلة مش طازة اه مبقل برسي فروزن يعني فروزن شلي هاي دي بوعين وحد لما قد قدم الكاميرا ياف ما نشوف مبيض اه رزك منيح بس قليل كتير فيه الزيط او زبري او بل زيت اي لأ نحن نسلقه بس اي مستوصل وهذا ريز مصري مبين بس منيح ابيض حلو اوكي وين الشوكي الشوكي هون بس نحن هلأ بأز موسم البازالة لازم ننصحي جيبي بحطي بازالة هلأ اللحمة جمالا نحن نسويها لحمة رص عصفور انت عملتها نعمة ومكعزة ليه ما في مشكلة بيتيه ما في مشكلة يعني شو بلا ما يكلها واحد هيك بيكلها هيك بس بشكل عام كتير مليحا واو طيبة طيبة وخفيفة ما فيها زيت زبدي ما فيها كتير بعض الأمن صحتين بنادورة تازة تكمل بعد شوكي كلميرك لا هيدي شوكي تساكب هيدي شوكي للكب كمان فنحنا في شريعة كتير على الكب بين أول شي سميك شوية لازم رفعها شوية عرق شوية حشو تيك غنية برافو يعني كريمة من هون لهون مكبري المسافية اللي مش حط فيها حشوة لازم تكون أقل بس متى بقى شكل كتير حلو بياضة حلو كمان ما فيها كتير زب زيت وزبدي من حد زيت زيتون كتير ايه ما بيأسر هو التعامي كمان على ما نجع من براك تقلي شو ناقصة وزبدي ناقصة شي ما من كتير الملح لأنه في ناس ما بيحصل لأنه ملح عليلي كتير فيه لأنه في ناس ما بيأكلو بحار وقرفي قليل فيها اه اوكي بس ما تبقى كل شي فيها طب طيب بس ملح كتير قليل بس انت سبقتيني قلتلي الوالدي انه ما بتحب الملح وفيها مشكلة مظبوط يلي بيكون بالبيت وفي ضغط وفي كذا مظبوط الواحد فيه يزيد ملح مظبوط وبهر وفي كمان ما فيها اوكي لازم حطي لهم شوية بس ما تبقى برافو تمام رح نشيل منفويت على فيكم تنكلو زبادكم انا مع الشهر شاهد اي شاهد بشكل عام انتو الستات بتحبوا توفروا على حيلكم بس انتو لو هم تشتغلوا برات البيت عشان هك بصير عن كن ضغط بالبيت بتجيبوها رقلي مجلة دي اي بس صيدي مثل ملوخية انا هم بعملها بجيبها اي مفرومة انا بحب المصرية ما بحب الوراء وانا مثلك انا بحب مفرومة بس انا بسوية اي انا تعمل قطيب ملوخية بحيث انا ما كنت اكون ملوخية مصرية يعني مفرومة او ما تعرفت على ميديا على متكي في القوة شيليزم تحطرز بعدين الجيج المسحب بس يكون بارد بعملهم مثل شوارما عجنب ما بساخن الجيج برافو عليك وبعدين بتحطي الملوخية والرز بيكون صخان والرز بيكون صخان برافو عليك دير تمام زبطيت معي إذا صار لك 26 سنة ونصف عم نحكي عن تلاليبا وسنتين قبل بأنتن بلوس كم وصفة عادة أكثر من 6000 7000 ماشي 6000 ماشي بكتحكي بال14-15000 وصفة لا أنا ما بتعطي وصفة بس واحدة بكل برنامج أيام شهر رمضان المبارك بنعطي ثلاث وصفات أوقيت أوقيت اثنين بس كانوا كبار أنا كنت أطلع أول أيام بتلفزيون لبنان سبعة أيام بالأسبوع أيها الأحد أطلع نهار العيد أطلع أطلع قدس وكون مع أهلي رجع إيجي على بيروت أعمل حلقتي ووجه أطلع تغدى معهم ينتروني لي تغدى حلو هذا الشي 14000 وصفة بعد عندك وصفة جديدة طول بيطلع أنا بخترع يعني أنا بألف صح مش إنه هالأكل الموجودة وخلص أنا بعملها على طول تجدد 100% أبتو دايت أوكي وبترجع بتعامي لأنه إذا ما نفكر فيها 26 سنة ونصف رح عم نحكي عن تريدي رح نقول 30 سنة على الهواء الناس يلي بيحضروك اليوم فيه يكونوا بنات الناس يلي كنوا عم بيحضروك بالأول وأشتر صاروا ستات بالبيوت بيعملوا عزايم وولايم ومنهم بيصورون وبيبعتولي إياهم وأنا منبصة كتير فيهم ترجع بتعيد أوقات أكيد يعني من 26 سنة لليوم يعني منعيد الإشاة الأساسية يعني السيارية ما منغير فيها الملوخية المغربية الكوسكوسي عرفت كيف أكلات أساسيات كبة أرنبية هاودي معروفين وبيضلوا فيه أكلة كل بيت لبنان لازم يعرف يعملها يعني هادي أكلة واحدة مش ضروري مش ضروري مش ضروري لأنه أول شي عندك 17-18 طايفي بلبنان كل طايفي عندك عويدة مضبوط صح كل طايفي عندك عويدة من شان هيكي فيه أكلات هي ماشي للكل هن بيتعلموها هن بصيروا يحبوا يتعلموها هن بيروحوا على المطاعم أقولوا تلاتي وبيكلوها بصيروا يعرفوا كيف بدون إياها وصارت مثل شي معروف تقليدي أنه هادي لازم تكون واحد يعرفها بشكل عام وأكتر شي اليخنات اللي هي ماشي بلبنان يعني صح وانت كنت مع رفيقنا العزيز محمد ديخ على مضبوط شو تاع اللي بيزعل كنت عم تحكي كمان أنه مش بس بالأكل بتفرق الوصفة بس كمان بطريقة الدبح إذا ما أنا غلطان بكل شي بكل شي شو كان قصدك بطريقة الدبح كمان العنم لما بتعرف أول شي ممنوع الحيوان يتاكل إذا كان هو ميت فطيس شو يعني فطيس يعني من شقة رعبته وطلع منه الدم هلا صار الحيوان منه صالح للأكل إخواننا الإسلام عنده نهاية العقيدة و وبعطول بينتبهوا لإله إنه بده يكون أول شي صوب المغرب تاني شي يتبحوا يتأكدوا إنه شيلوا الراس عنه لكل الدم صفة أي طبعا بعدين بيشتغلوا بالغنم هن أكتر شي عم نحكي عن الغنم أو البعر بيشتروا الحيوان فتح فتح يعني صغير يعني عمره منه كبير لو شوي زيالي سعره لحنا عنا لحمين بيشتروها وبعض منهم من شأن الربح السريع بيشتروا البقرة وزنة 800 كيلو من 100 كيلو لحمة بيكون قاسة أنا كبرت بالعمر كبرت بالعمر كبرت بالعمر وكذا سترس سترس وديني ومشيت كثير صل عضل كثير كما تمشي كلمة عضلة أكتر قوات بيفلحوا ألايا وبيبعوا ويرجعوا أنا أردت شوف بيفلحوا وبيبعوا السكة منهم يستوي هاللحم ساقاتها هديك اللحم يكون أفضل يعني هذا التصريح عم وضح الأمور أنا وبعض عنا اللحمين نحن من إخواننا المسيحية بيشتروا الحيوان كبير مش فرقة معهم بيقول لك المهم أنا أبيعوا وكذا وكذا هالل بيفهم بطريقة مشترى الأكل بيفهم بيعرف ينقل ويختار كيف بده أنا بشتري من عند المسيحية بس بعرف أنت دابح صغير أنت بيكون مبين الحيوان عنده كيف منيح وهو يشتري من أنك إخواننا الإسلام ما في مشكلة طبعا واللحم أكيد ما هيغشك يعني حضرتك لأيلي ما بغشني بس صعب بس أنا بيقول لك بعض اللحمين بيغشوا بيون أبدا في نكتي عليها مرة مرة تلحم بعتت ابنة لعند جوزة قلت له خلي أعطيك البابا وقيه نص لحمة لنعمل مع كاروني هو المعود برجع بقول لبعض صار يحط نزل فيها شقفة غدروف لللحمة شقفة غدروف بتكون هي مثل جيلاتينة بيضة بس ما بتستوي بتقرقش أخرت المرة ومن أن نجاوز أطبخ خطة وإجا هو عشية عم يأكل نسأل إنه هاللحمة من عنده هو عم يأكل قال لك من وين جايب هاللحمة بتقرقش ترك من عنده لأنه عم يجرب يعني يعني البقص له اللحم هيك معود معود ضمن مهنته إنه هاللحمة الموجودة عنده إن كان لحم بقر أو غنم يعرف يصرفها بطريقة زكية بطريقة سريعة سريعة ويربح كتير هو عنده هدف هي هدفه أنا ما بلومه هو هيك أنت بغتكوني مثلا أنا ما بشتري من لحم أنا بشتري مثلا أنا بشوف كون عند ناس عند لحم بيجي واحد بيقول له أعطيني كيلو لحمة مفرومة بس أصلي من العجل يعني هون تشاطر شوي بس اللحم هون أشتر منه بروح بشله شعفي بتطلع شوي ونص بيزدتها بالمكنة ما شوي نزله كيلو وبعد فيها المكنة مخبايين بتطلع شوي نفعهم متحشين مهولين بسهرين مهولين بدي يكون واحد ذكي ودقيق لقيق قصة قد لكيلو ويقول له رجع لي هوليك لو أنا ما تفهم بس بدي يلحقوا بدي يلحقوا بدي يلحقوا بدي يكون فهمين كمان بشكل الناس لهمين يعني إذا محاول إذا في حد نفهمه هو أنت صح لأ في ناس بتكون دقيقة أنا كمان مرة كنت عنزل عند ناس لحم كمان هي ما بيحبها قال له شلي الكستلاتا أنا قلت بديها لأي شاوي طبعا قال له فرمليا بديها للمعكروني لا عايب حرام حرام أنا زعجت لاي لأنه بيجي ناس بدي لحمة شنوها بتلاقي ما بتلاقي اللحمة هي زيتا ممكن انت عم تخطيها من الكستلاتا أو من الباط للطبخ للباط أطيب ليش أطيب لأنه في جزيئات من الدهن بيعطيك طعم منو ناشف صح الكستلاتا ناشفة بطلت شيل عن الدهن صارت للمش شوي مضبوط عم تحكي عن اللحمة في شيء السنسية عندك شيف أنتوان وفي كتير عم قدرتك لهذا الشيء ومش بس كل أنا عم نحكي عن نيويورك تايمز كتبت عنك والمهم مش أنه أنه طلعت بالنيويورك تايمز بـ 2020 المهم أنه ليه طلعت بالنيويورك تايمز عملت شيء بوقتها فجأت كتير ناس وحكشوا عنها كوين ما كان يعني خلال نهار الاقتصادي لما العالم ما بقى كان عندها مصاري تشري اللحمة أو لما الأسعار كانوا عم بتلعب أنا أنت رأيت تشيل اللحمة من وصفاتك أنا فكر وقت اللي بكون عم بشرح عمل الأكل للناس مثل كأنه لبيته إذا أنا مش قادر أشتري فخض يلي حقه أربعة عمليين ونص اليوم وزنه ثلاثة كيلو ومعيشه للموظف مليونين كيف يعمل له أكل بفقد غنم ما بتركب ما بتركب لحتى لو بدي يجيب له نص كيلو لحم النص كيلو اللحم البقر لنحكي بقر حقه ستمائة ألف أو خمسمائة وخمسين ألف كل محل شكل طيب معيشه كان بعرب بالمليون صح ما فيكي من وجبي طيبوله نص ما عيشه عنده ثلاثة أربعة أولاد عنده مرة بده خبز بده خس بده خيار بده بنادورة بده بصل بده رز بده رب البنادورة بدك تفكري باللي عم يشاهدك ما تشمائز نفسه منك أنا هالي عملته عملت أنا ما عم بعمل شي لإنشان تكتب عني جرايد إي لا أكيد لا أنا كنت عم نساوي ضميري أنا شو برتاح أنا شو صرت أعمل ببيتي أنا صرت أعمل للأكلات يلي منا مكلفة الأكلات اللي فيها جيج تحولت على الجيج كان الجيج رخيص اللحم غلع كتير بس الجيج دلو رخيص بس بعدين هلأ يعني عزبتش تفكري هلأ فيه أرجع شوية للأحمة أنا لأنه رجع الجيج طوله حسن صار قريب الجيج من من اللحم أنت كمين وقفتك اللحمة أنا إيه أنا قطعت سبعة اثنين تشهر ما أكلتش لحمة ببيتي لأنك عم تخترع طبخات جديدة أنا بخترع طبخات جديدة وأنا هايك بدي أعلم الناس وأنا هايك مقتنع لأنه أنا كمان مرأت بالأزمة أنا مصرياتي راحوا بالبنوكي شغلي عندي معمل خياطة عندي 12 موظف ظل عندي اثنين صير عم بعطيوني شوي منهم من المعايش اللي يقلوا هني كمان يمشوا حالهم أشغال ما فيه مضربنا بالكورونا رجعت إيجت الوضع اقتصاري كتير كتير صعب طب الإنسان شو بدي أعمل صرنا نفكر بالحبوب والبقليات والخضار يلي كان سعره بعد ومقبول صرت أعمل لهم أكلات كلها مننا واختلوا لهم أكلات جديدة وطيبة فعلا تطلع طيبة أنا لحد هلا بيسألوني شو أطيب أكلي عندك شاف بلهم ما فيه أكلي طيبة وفيه أكلي مش طيبة كل الأكل اللي بيتساوى نضيف أول شعار عندنا ضافة تاني الشغلة بيتساوى عقصوله بيطلع طيبة وبكرامة وبكرامة أكيد وبكرامة ونحنا كمان لدينا شيء في لبنان أنه نطبخ قاطع طيبة قاطع والقاطع طبعا كتير طيبة أنا أول لنس وقت إيجا الصوم المسيحي قمت لهم بزيلة ورص قاطع يحكوني الأساذي بالمرة شيف أنتوان كيف أزيلة ورص قاطع بزيلة بدأ لحمة يا خيي مين إيه اللي بدأ لحمة مين إيه ومين إيه اللي ما بدأش لحمة فينا نسوية بطريقة تطلع طيبة كين أنت بلحمة أولا لحمة المهم بناكيتها وفعلا تطلع طيبة وكأنه فيها لحمة وأكتر صح بحيث أكلنا أننا بالعالم العربي خاصة في لبنان فينا نتفنى أنه العالم ما بتجن بإيطاليا مثلا إذا بتغير مكون صغير العالم بزيلة بطريقة طماطس موزرلا بازيلة بزيلة 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 طحين خميري ماء وملح بس تفرض بإيدك أنت عم تاخدها كمان نحن عنا صار يزيدوا لزبني أو زيت هني بيكتروا زيت زيتون على وجه صح على وجه من البعض ما بتحط الجبنة بيكتروا زيت زيتون عليها نحن نتفنن فيها وأغنى منهم يعني الحشوة اللي ما نحطها نحن عنا أكيد قبل الغلا كثير نحن أغنى منهم أنا قاعدت تلتشر بإيطاليا وبعرف نحن نحضرها فيها ملحط كمان فلايفلي الزمان غلطان هاي دي البيتزا اللبنانية وشوية زعتر أمرا حسب لا بدا زعتر بدا زعتر جبيرة وبدأ زيتون أسود صح ايه وتتفنن فيها أكتر بدا كوبار كابر عن جد كلمة الأسيديتيش بس عم بتحكي بل بنتفنن على البيتزا بس الحموس بشمندر لا تبهي ما فيك تقولي حموس والناس دي له حموس مع شمندر أنا ضده حموس حموس نحن معك حموس مع شمندر هو حب بياكل حب ما يأكل ما بتضر ما بتروح على المستشفى بياكل حموس وشمندر حر متبل وشمندر حر إنه عم يعطي لون هو يمكن اللون يعجب الناس يمكن الناس يشمائزوا منه اللون ما يعجبهم بس أنا إذا بدي أكل حموس بطحيني بحب الحموس بطحيني لعا أصوله هي الحموس بذي سألك سؤال عن الحموس سؤالة أول واحد ليه ليه المطاعم بيعملوا حموس بطحيني أطيب من البيت لأنه إذا تروح على فيه ناس بيعرفوا يعملوا الحموس بالبيت بس عادة أنا لألي المتبل أطيب من البيت لأنه منشوي البتنجين والحموس أطيب من المطاعم فيه سر؟ أول شي الحموس يلي بيسهوه بالمطاعم فيه ناس بيتخمن إنه بيطلع عبيض بحطوله لبنة أو شي لا ما فيه شي منه أول شي بيسلقوه مضبوط بيسلقوه مضبوط بيسلقوه مضبوط بيسلقوه مضبوط لينعم ليكون مستوي كثير بعدين بيضربوه بالقيل الكهربائي نحن عنا الموليناكس الميجيميكس بتضرب بس بتضرب ألفين ضربة بالدقيقة اللي عندهم الهبر المكانات الصناعية تبرم ستة آلاف بالدقيقة أكثر بثلاث مرات إذا بتحطي الحجار بتنتحن أوكي هالحموس بنتحن كثير كثير بيصير ك كرامي كثير ناعم بعدين بالمطاعم بيحطوا لكل كيلو بالحموس ستمية كرام طحيني أو نصف كيلو أوف بالبيوت أكثر بيت بحطوا إي وإي ونصف وقت الانت بتكتري شوي طحيني زيادة صار يأخوا الحامض أكثر وبس يأخوا الحامض أكثر أساساً طالع ناعم وبتطلع طعمته أطيب أوكي هيدا السر هيدا السر هم نجربه هلا ليش بالبيت بيطلع البتنجان أطيب لأنه بعض الشفية في شفية لا ما بيرضوا بعض الشفية أسرع لهم بيحطوا البتنجان بالفرن أو بالميكروغيف البتنجان فيها زوم هالزوم يجب أن يطلع على بلا بس يظلوا محؤون جوا بيعبق على البتنجان ويطلع لون البتنجان غامق وما في شاهية وما في طعم طيبة أما أنت وقاتل أنا بعلم من البتنجان من قدحة لاي من قدحة لتنفس البخار ما يضغط جوا عطيتي تنفيسة اليوم قنينت الغاصة بتنفجر ما فيها تنفيسة أو قاتل بتنفجر محل ما بشيلوا غاص بتلاقيهم حطين قمود ومبلع تنفيسة هي التنفيسة كتير مهمة مش عم نحكي عن الغاز بنا نحكي عن البتنجان إنو أنا شايف مطبخ طبعا من نفسها من قدحها ثلاث أدويحة أو أربعة طارها البخار منها إذا كان البذر شوي في مر بينزل الزوم منه بتشيل البتنجان بتطع بايضة حل شوي على الحطب أو على الغاز بشكل قوي هلها من شيء ما ينزع الغاز فيه بكل سهولة هيدا الغاز بيجيبوا ألمينيوم مرأة ألمينيوم بقصوها عقدوا بيركبوها هيك بيشو البتنجان بس يخلصوا بيشيلوا هاي بيشيلوا الورقة بيكبوها بعدهم الغاز نضيف ما في مشكلة هيك بيطلع البتنجان طيب هلا البتنجان غير الحمص كل كيلو بيتنجان بياخد مية وخمسين جرام بتحيني أو ميتين ماكسيمو وبياخد قريق العصير حامد لأنه ما بيحمل متى الحمص هم شوية ثوم هلا سؤال كتير مهم للحمص والبتنجان علميا هنبدو انتوم بس نحن بالمطاعم ما منحطه بيكتدي لي لا لأنه التوم اذا حطيته لازم يستهلك ماكسيمو خلال 24 أو 30 ساعة اوكي دور لازم يتاكل ايه ولا بيتوم بيطلع طعمته مش طيبة بعدين شو بيصير بطعمة بس كلمان الله بيتوم بصير كيف ما بتحط بتحس بالطعمة التوم قبل نتفوق قبل نتفوق على هذا قبل نتغطي عن طعمة كل شيء اوكي اما وقت اللي بتسويه بالنون الحمو بدون التوم بيهدى عندك جمعة من شان هيك بيحطوه بيعملوه بيطمنوا بالون بيحضروا من الخميس للاحد هلا احلى واحلى بعد من شان كمان ما ينشف الحموص على التاولات وقت اللي بيكون عندهم عزيمة 400 و 500 شخص شو بيعملولو الحموص هو على المكنة كل كيلو يدفونه نصف بيت زيت نباتة ساعتها اذا العزيمة تلقى الساعة 19 بتبلش هنا بيسكبوا الحموص خمسة اوكي لانه في زيت بقلبه ما بينشف ما بينشفه بيعمل هيدا هيدا المصلحة سر المصلحة اي بس ينصح جديد اي اكيد شاف عن طريق ما في شك انه انت كل ما بتحكي عن الاكل بتحكي بشغف بشغف طبعا اكيد بحبه لانه بتحب طعم التمك وتحب طعم التمك وهيدا الشي يعني دليل انه كيف انت صار لك 26 سنة ونص على الهواء والعالم عن جد يعني بتحترم وبتقدر وتتسمى عليك بس انا ما بعتد فينان تسمى برنامج شاف انتوان برنامج طبخ لانه انت بش بس بحكي عن الاكل بركة فيه اكيد الجزء الاساسي بيكون اكل بس بحكي كمان عن المجتمع بتحكي امرأة عن السياسة بتحكي عن مئسات العالم وفيه كأنه خشبوشية بينك وبين الاشخاص اللي بيقولك وبيتسأله يعني فيه روميو لازم انه غلطا بيسأل عن المادة من حدك يا اهلا بروميو شو كيف مبقيني هودا اليوم يا روميو والله هودا بتجنن بالكار بليسمينك ايها جوليات جمعة الشيات تلاتة في مغربية تحضرنا وهودا بزيتة بتحضرلك ايها ايه امر فيه خاي شرف عظيمة اللي راح ضلغط ويني ضلغط ومها فكما نسأل سؤال شو برأيك اغرب سؤال او اغرب تليفون تلعلك يا انت لايك اه وقت الانسان بيكون على الهواء نعم ما فيه لا يقص ولا يمنتش اسموا على الهواء ايه انا مباشر ايه اسموا على الهواء ما فيكزب ما فيكزب تاني شي انا صار فيه خوشبوش انا وللناس طبعا انا بس كون عم بطبخ بصع في خبز وملح خبز وملح انا بس كون عم بطبخ بحس كأني ببيتي عم بطبخ مش لجمهور وناس عم يتفرجوا علي هاي دي واحدة تاني واحدة من حسب ما ييجي السؤال انا ديغري عندي سرعة البدية لجاوب على نحو السؤال هاي الخوشبوشية اللي بتصير تاني شي اوقات بيجوا ناس بيحبوا يزنخوا شوي انا بيجي عطبطابهم طبعا وبمشي وبكبس اوقات اوقات بطري يعني كل واحد بيجي على حسب ما هو بده اكيد اكيد دعكتنا لحيات ميولمي فيش شخص بس هان تتذكره كل الوقت لما بتفكر عن الأشخاص اللي بدي اقوله ايه مثلا ايجا واحد عرفته انا بدي يزنخ دقال لي قال لي يا شاف انطوان انا عندي علبة تحمص بدي افتحها واكل ما عندي مفتاح شو بدي اعمل قلت له اليوم علبة الحمص قلهم مسكيت بيفتحهم قال لي لعندي بلا مقلة قلت له طيب استعير من جارك يعني هدا ابسط امور اكيد او جيرانك دقل لهم قال لي انا قاعد لوحدي بعيد مش حدا لحد عمي صعب عليك عمي صعب عليك عمي صعب عليك ومش هدي افتحها بدي اكل قلت له عندك سكينة سميك سميك ليش سميك بخاف اذا كان مش سميك بيطق مع بس يطق يمكن يجرح ويمكن كذا صح ما لكم انتبه قل لي عندي قلت له اذا عندك يامي بيقولولك الشافية هي ها بيقصوا فيها لحمة كاملو الادمو كذا هي سميكة قلت له حطها وافتحها بس هي اخر مرة بتعملها بتوعدني انه بتروح تشتري فتحها بتحطوا عندك هاي ممنوعة بس مرقني لك يا هم الله يعني هو بدي تقال مرقني له يا شك تعمل مرقني وفي ناس كمين بيقولك ما بيعرفوا يطبخوا ايه انا ما بتعصب شوي لما بيسألوك هيك سؤال انا بتفاهم الناس تافيها مسلا نعم ما في تافيها ما في تافيها بالأكل انا بقول ما في تافيها اوك صدقني لليوم ونحن بعصر الأشرينات في بيوت بتفوت عليها ما بتنشرب الأهوان ما بتنشرب ممعنو كلها كبسة هلا مع المكانات الجديدة نعم نعم بسواء تركي اوك انا كمان كنت من حوالة خمسة عشر يوم بعزها جيبوا لي القهوة شربت شاف له ها الطايدة ما شربتها لحد قال لي شو بيقيت الوالك ترس شربت اليوم قهوة ما بتنشرب يعني كل شيء له فن ممنوع تحط البن قبل ما تغلي الماي ممنوع لا الطحل بفلفت بقلبها بس يكون غيلي وتحطه سكر عليها بطل يدوب فيها دوابان يعني ما نحن ما تشرب قهوة تنبسط فيها ما عم تشرب زي هذا تفل الزيتون وشربه في القهوة بده رويق بده تمزمز مش طلط الفنجير اوكي غيره لا من نفاسة زري برافو عليك من شان هيكي واذا بحدهم يطلبها شوي حلوة او وسط بك تحط السكر قبل البن ممنوع تجع تحط بن وتحركها سكر وتحركها هاي علومية هاي يعني اذا اجوا اربع اشخاص قاعدوا واحد منهم بلا سكر وتلاتة وسط انتو صالب تجيب تسكب فنجين تجع بتحط سكر انا ما عاش بشربها بعرفها ما بشربها شو بيصير بالقهوة غير طعمة غير طعمة كليا كليا بيفهم بالقهوة غير طعمة كليا طيب في ناس ما بيعرفوا يطلبها وحتى اذا بيعملوا انا بعرف عندي اصحاب بيخدهم مني وصفات بقولولي طيب ما عم تثبت معي ما بعرف اطلبها هني بيكونوا ما بيحبوا الاكل وقت الهول ما بيحب الاكل منه كريم كتير ما بيعطي عم بيعملها كواجب ايه عم بيعملها كواجب ما بتطلع معه طيبا هذا السر هذا السر كتير ليش بيقولوا نفس الاكل مظبوط بلك تحبيه اذا ما حبيتيه ما بيضبط ما بيضبط بلك تحبيه انا كتير مبسوطة لانه حبيت الكبيه والبازلاتها بيتيه لا مقبولين كتير عم بتقول كيف بتفوت على بيوت العالم اولا بتفوت على بيت حدا كيف تعرف اذا هذا الشخص طباخ بيعرف يطبخ ولا لا في شي دليل بتلاقيه مثلا بالمطبخ او لا هلا شو انا بس فوتوا زور العينا بفوت على مطبخ اكيد هنا بيفوتوك على مطبخ بدينا شوفوا حالك يعني او ايت كتير قليلي يعني بس دي غريب تعرف هلا اذا واحد يشاطرة تعرفها شاطرة بيكون كل شي عندها يعني المطبخ عندها معبة من كل شي عم بتحكي من اي ناحية معبة ومرتب مرتب يعني ما بينقص شي من العدة بكل شي بتشتغل يعني كل شي بتشتغل فيه موجود مش انه كم غرض وخلصنا في كل المكونات حينا عندك المغرض وخلصنا مظاهر او من عند امه او من عند امه في كل المكونات واهم شي البهارات البهارات كتير مهمة يعني اذا بتلاقي ست بيت كل شي بتحطوله سبعة بهريات انا بعدها ما بتعرف تطبخ كل الاكل الى ثوابلة الى ثوابلة لا تاخد نكهتها ولا كل الاكل بيشبه بعضه كل الاكل بيشبه كل الاكل بيشبه كل هي خنازة الطعامية كله بيشبه صح ايه البازالة بتشبه اللوبي ايه كله كله نفس النكهة نفس النكهة ما بتاكل بدك كل شي تحطله لقله لنكهته لتوابله ما في وصفة اللي يزم ملحق مي بالمي ما هيك فينا نتفنن بس ضمن اصول ضمن اشياء نعمة بشكل ما تأثر على طعمة الاكل الاكل الاساسية يعني فيك تزيد شي بس هالشي اللي بك تزيده ما يكون اساسي يغيرك بطعمة الاكل ازأكله قبل ببرا بصير اكل مختلفة مختلفة غير اسم ما هو شغلة واحدة بتغير اسمه انا بعرف انه واحد اذا بيحب الاكل و بيحب يأكل و كريم و جاء بيله يعمل وصفة او طبخة طبخة جديدة بعرف انه احسن يكون دقيقة قبل عند الشخص يلي هو رح يعطيه الوصفة يعني هيك كلها لما انه مندوق نحن عوام نطبخ هيك بيعرف اذا قرب من هايدي الاكل يلي دقيقة قبل هلا بني يشوف اذا شخص بيعطيه ايها مظبوط اذا مره عويت بمتعطيش هاي فيه ناس ما بفهمون سابوتاج سابوتاج بينسو ما بينسو في شغلة ما بيعطوك او ما بيقولوا لك ادي لزيم بتسخرة ما بديك تعملي شي اكله ويقول جوزك واو شوال اكل الطيبة ايضا الجوزة يقول له هديك واو او الحماد ده الله بيجعل عن امه او الحماد في شغلة قلتها مش من زمان وكان حلمك قبل القذبة لانه بتعرف انه اليوم النساء صاروا بيشتغلوا اكتر واوقات ما عندهم وقت يطبخوا كان بدك تعمل اكلات يتفرزوا يحطوا بالفريزر ويقدروا يجبون يشترون بسعر مني انا حلمي كان متل ما انا ريحت ستات لبيوت وصاروا يعرفوا يعملوا اكلاتي كتير هواينة وسهلة كنت بالوقت ذاته بس خلص الادارة بالفندقية لانه انا موظف دولي ما الي حق افتح باسمي وهالشي لا ينجح بدي يكون باسمي الشيف انتوان بدي اعمل يومية 30 بلاه 30 بلاه هذا حلمي كان ووزعهن على خمس محافظات محافظة كل محافظة يروح مية من كل صنف مية من كل صنف لحد الساعة تنتين ونص من بعد التنتين ونص واسعار مقبولة مش اسعار الخيالية يعني انت اذا كنت بتساوي بالبيت كبه بالصينية تبري البلاه بدي يكلفك 10 تلاف عندي بكم كم تخريه ب11 يعني هم نقول بيرجع بعد التنتين تنتين ونص بدي ينبيع بنص سعره بنص سعره وبعد الاربعة بربع سعره من شان ما يضل في شيء بالوقت ذاته بدي يساوي صلصات لكل ستات البيوت لكل هوات الطهات هوات الاكل المأكلات في كتير الشباب يحبوا ان يعملوا اشياء صلصات انواع من البربيكيو لحتى مأكلات مفرزة وصواني مثل الكب اللي عم تحكي عنا مثلا الصينية بالبيت انا عم بحكيك على الالف وخمسة كنت عملة حسابة بدي بيع 9000 ليرة كبي بالصينية بالطعمة اربع خمسة اشخاص ليه؟ انا عم جيب اللحم بالجملة البرغل بالجملة البصل بالجملة وعم بشتغل كميات هالفرق انا عم بربحه ياللي ست بدي تشتري البرغل بالمفره اللحم بالمفره كل الاغراض الحشوي لقيله بالمفره انا هالفرق بين الاثنين هو كان ربحي كنت بدي يخلي كتير من الناس بطل تطبخوا البيوت واسعار كتير مناسبة ولكن حلمنا اللي هلا ما تحقق يمكن نجح يتحقق اذا رجعونا شوي اموالنا هذا الحلم ان شاء الله تحققوا قريبا انو عايزين انا بعرف انو في كتير شفات بالعالم هيك عم بيعمل انا بذكر لما كنت ببريد انا دوكاس بيعمل بأكلات فيك تجيب تسخنهم بالبيت بيطلعوا كتير طيبين كتير طيبين يعني انا لو كان بدي يكون عندي شغيلي ومعمل كبير بدي يكون عندي سبعين اثمين واحد كنت بدي امرق ممنوع تمرق سيارة مبلدة دي يعني يعبوا فيها الغراض قبل ما ادوق كل واحدة ابدا وممنوع اعمل اكل مجلات غير ما ادوق كل واحدة انا بدي اضبط اخر شيء هذا اللي ظل محافظ على اسمي لانه انا محافظ على اسمي هذا الحلم اليوم لما كنت صغير حلمك تكون انت شايف تطبخ حلو بس اهلك اقول لك لا لازم تتعلم الكوزين بكملة ودرس بالجامعة ابريكية بعد ارجع تلتع سويسرا تلتعج بالجامعة ابريكينية عن التغذي صلنا نطعم المرضى يلي بدو بس مثلا 300 كالوري بدو 600 كالوري شو الاصناف اللي تعطي يهون ويسترز فيها ايه وحتى اذا واحد اعمل حادث بالسيارة ونكسر تمه ما بيقدر يأكل نطحن له الاكل ويقلنا الحكيم بتعطوه مثلا 450 سعرة وما بيسويله السكرة نعمل اكلات يعملوا 450 سعرة نزين كل شغلي بشغلتها نطحنهن نحط معهن شوية ماي نعطي يهون مثل القطارة ويعطي يهون من خيره عقد عبدالدرسة اكل بشكل علمي علمي ايه بس تعرف تعمل حلو تلتقيت بحدا من ترابلوس وعملت استاج معه لتتعلم الحلو هاي دي اساسا انا كنت تحيب بفتح محل حلو بضايعتي من شان هكي هدفي انو اتعلم حلو هاي اسم تضايعنا العلم ارنيل ايه بعدين انكبر المشروع اكتر وعلموني الاكل ما انو رجعت عالباد عم بيبكي ما بدش تعلمها هاي دي وقت الايجا شرب الخليل ايجا على الفندقية بل 95 مصر مصر 4 قبل 94 95 عرض عليك المشروع انو تطلع تيفي هم المهم ايجا لعندي ايجا على الفندقية طلع اول شي على الكفاءة ما احد نستجيب معه ولا يرحمه الشي فرمزي ثاني شي ايجا على الفندقية الوان فيه نحن قاعدين بالمكتب ترمي استراحة يعني ما عنا كور والكور منعطيه ثلاث ساعة ورا بعضهم قاعدين عم الشاب القهوة مرأ هايكي سألنا نحن ما منعرفه المين منكم بحب يطلع حتي فيه نحن انجاء ردينا عليه هو صغير مابيانين ايه صغير ايش احنقول لك إنه صغير يضرن cash نا قلت له كنا اربع أساذي قالت له لك طلع لفوق على الطابق الأول فيه أساتزي فوق شوفه ولملقيت حدا انت وريش همروء لعندي قال لي طيب طلع برعم ايجا لعندي زحنة له كرسي قعد قال لي ليش قلت لي رجاء لعندي قالت له أنا بطلع معك بس مش هلأ بعد أربعة وشهور قال لي لي قالت له خي لأنه أنا عم قلت لك أربعة وشهور قال لي لي مضبوط مدارس للحلو العربي بالعالم ما في بالعالم حلو العربي ما في ولا مدارس بالعالم لليوم كمان بالعالم ما في بيتوارتوها جد الإبن الإبن بين خيو خيو أربع خمس أولاد يتعلمون أربع خمس أولاد يتجوزوا بيختلفوا النسوين ببعضهم بيجرع كل واحد بيفتح هايك هايك شوكولا مو كذلك كل شيء كل شيء بيتم شرح طللهم على التيفي شوكولا مو إلى قصة بس عشر عليك يا لتعرفيها كيف بوزة وكريمة وصص شوكولا وكذا المهم أنا أخيي بوعدك بعد أربعة وشهور بطلع معك لأنه بدي روحي تعلّم الحلوة العرقية بدي روحي تعلّم أنا صريح بلو أطلع على التيفي أنا مباشر وهو بده مباشر أصر وتبهدل ما بعمله ورجع برجع بيقول لك هي بروم ما لقيت رجع لها عندي بعد أربعة وشهور أنا أساسا خلص يحق الرارت يعي تعلمها نجيد رجعت ونمرجعت الرارت ليش الرارت كمان بك تشوف لها في عندي قال له يرحمه أبو معروف هو من بع المحسن جاره كان يعرفني علي بس روح لعنده يخده ماش أنا بخيط لي بلاطنين هو ومرته ووليده كلهم على القطع بعطي يعرفني علي أنه هو المعلم عند الحلاب وذكرناها هو المعلم قلت أنا بروح بقصده ومنطلب منه كذا كذا وفعلا نفس النهار من عشية يعني كنت روح وقت بيجمع مرتين على الشمال المهم روحت لعنده وقصدته وقلنا له كذا كذا عرفنا علي شربون سقونا شاي هيا بتذكر بعد القعدة قلنا له قلنا له شو بدك تكرم عيونك أنا مستعد أدفع قال لي بجيوبك يوم أين ثلاثة حطيت لهم لتليفوني جوابني قال لي بدي خمسين دولار أن الصنف خمسين دولار بديجرع طبعه أنا يعني بروح لقى عندك اعتبر علمتني المبرومة بروح تاني جمعة أنا بدي سوي المبرومة الاغراض حسيبي وبتعلم لي نافي بجبن مثلا حلوة الجبن حلوة الرز يعني هالأصناف هذه اتفقنا يعني الليل لأنه أنا مآمن أنا أذا كل شي أذا ما بتسويه بأيديك ما بتحفظي أكيد لا أكيد أنا عندي خبرة فيها لأنه أنا أستاذ أنا قبل مصير مدير أنا أستاذ ومعلم وبعرف كيف طرق التعليم عندي أسليب للتعليم كيف دخل بالشخص وقفة بس وقفة أنا لقيت كتير مليحة ومشين أعلى على الأساس تعلمنا منهم رجع عندي هو كان هايك أربعة وشهر وأربعة خمسة أيام يعني كنح بيدي إلا كل اللعات ولا لا ولا شي وأنا قلت ممكن راح مش هيرجع جينا وطلعنا هلا قبل لك أنا أول جمعة ثلاث مع أنه أنا بعلم يعني وقت واحد بيكون معلم بيكون لازم يكون مرتاح يعني أنا قوات بعمل محاضرات بيت تلميذ بيجمع ثلاث أربعة صفوف مع بعض محاضرات يعني ما بخاف من الوجوه هي المقصد مش أنه أول مرة طالع ولكن وقت عم تطلع في خمس كاميرات ضربين عليك وكل واحد تشوفي بقى الكاميرا ساعة يقدم ساعة يعمل هايك ساعة يعمل هايك حس أنا بيجي بتشدد وشد عصبي وإحكي بشد نظامي أكتر مثلا ما أخد رياحتي تاني جمعة كنت قلت لهم أعطوني إياهم صرت تشوف أنا قول لا مش يجب تتعلم من حالك تصير رخي حالي رخي حالي رخي حالي ومش ومن وقت ومن وقت سؤال أنت شو بتعتاد منرجع من ذكرة 26 سنة ونص على الشاشة شو بتعتاد المكون السحري كريم العالم تضل عم تحضرك لهالمدة طويلة صورة الشيف أنتوان وصوته نبرة صوتك نبرة هلأ وقت بروح أنا محل وروح نكتئ بكون عم بحكي حلوة أنتو عم تشتغل تمرق روح النكتة حلو أنا حتى للتلميذي كنت تمرق لهم لأنه التلميذ أسا كمان عطول هو ستراس ما بيستوعب منك والأكل بريك تريحه بريك تريحه صح لازم يحب شو عم بيعمل لما الآخر هي الدنيا أزواء وإذا الزنام يمع بيسته لزبي اللي عم بيعملو ما حتطلع أنا أول مرة بدي أحكي أنا سلموني أعلم تلميذي الجيش كمان أنا معلم فوق 400-500 شخص بالجيش معلم بالدرك عمل الفحوصات كل اللي بيشتغر بالمطابخ الدرك المهم هوني هناك نار في واحد اسمه عبدالله مش رح نقول عائلته مش رح الدرس ونطبقه ما شوية أنا بعتبر اكتساب المهارة قبل ما يفل التلميذ ترجع تعمله رزيما على كل شي هاملته وتسأل كل واحد شو أمنا ويعدي الأسماء ليهو أساسا بعد اللي يكون عم يحضر يصير يعيد الاسم ليحفظه لأنه أسماء غريبة بتكون علي قلهم أنا بطاطا شطو بطاطا ريسولي بطاطا أليمات بطاطا فريت بطاطا كري بطاطا بونف نصل شو هاو يا عبدالله بطاطا يا عبدالله يا حبيبي قل لي بطاطا ومش بطاطا بطاطا هلا أنا كان يجي عائد من الجيش ومعه مؤهل أول يقل لي يعطيني نورته إنه إذا في حدن بعيكسك أو شي أنت بس تلفلنا نحن مناخده أنا ما بدي أزي حدن حرام ولا بدي تشكع على حدن ولا تشكينا على حدن يعني لأ بيجيزو بيحبسوه نهار أو شي تاني نهار أنا عمريق أبو العبدالله كان لأنا طارت طارت بمربى المشموش مجمع كيلو 850 جرام بس بقلوله كيلو فتحنا لنساوي في المربى تعجو تعجو هايك شو هايك أنا قاطع هم شيفني وقفر العمود حطو هايك أنا سوف أقول اسم الله اسم الله هو جسمه هايك راح بالكيلو راح بالكيلو ما نعلم شو قلت له عبدالله صحتين قال لي عالبك استيس قلت له أنا زعلين منك فوت لنجو ولا أحكي أنا وياك فت قال لي لش زعلين مني يا استيس قلت له لو مش عيب أنا صارت لتساهاية تبعلمكم وش راح لكم على البطاطا وقطع لك ياها وغيرك سألته صار يصقر إياهم ومنهم ما عارف إنه شوية شوية بيعرف أنا كيف ما قل لك تقل لي بطاطا قال لي لك يا استيس أنا بحبيتك بس أوقات راسي أنا بكون مسكر ما تخمن هؤلجيين كلهم أنت عم تعلمون هؤلجيين بمحبيتهم لعندك منهم هايك منهم الظابط لا يخلص منهم بعتهم لعندك أنا منهم بس بدي أكل لا بديش أكله مش أنا لا أكله أنا سمع مني ما تتعب قلبك ولا تنبحن تشوفك عطول عند بيتعلم يتعلم وبيتعلم تخلص الدورة قلت له الله يا عبد الله أنا بزعل منك أنا ما بحب أنا جايين لعندي بدي أعلمكم مظبوط هلأ البدي إيه منك بدي حطك أنا عريف الصف وأنت المسؤول عن الصف وساعتها بس تكون أنت مسؤول عن الصف بك تساعدني وأي واحد بيغلط منهم بنشوف ساعتها شو منعمل أعطيتهم فرصة أنا بعت وراي المدير شوي كنا عم علمهم لقدتهم خليكن شوي وبرجة جيت لقيت لك ممدد ثلاثة أربعة بالأرض ويعد علي لك شو هي يا عبد الله قال لي حبيبي مش أنا مساعدك هوا عم رضو الشو صار السو شاف من هون بتأخدي إنه بدك تيجي لكل واحد على طريقته مظبوط الحياة صعبة كتير كل واحد ما بتعرفي شو في بهالعقل عنده شو تفكيره أنت عليك تعملي ويش بيك وأنا من هون بعمل بالتفي والناس كلها بتحبني أنا علي أعمل واجبي هالناس تتقبل بيظل في 98% يتقبلوا وهذا نجاح لإلي إذا 80% طالع بيتقبلوا وبيتعلموا هذا الشيء وفين من الناس ما بدأت تتعلم وقد ما بدأت بيستهزقوا وقد ما بدأت بيحكوا وقد ما بدأت بألفوا وشو ما بدأت يعملوا أنا ضميري مرتاح وقت الإنسان بيكون ضميره مرتاح ما في شي بمشي علي ولا عيب علي زكرة شيف رمزي وكانت اخسار لأننا كلنا أنه توفى من كم يوم أنتو طلعتوا بزيط الوقت يعني كان في برنامج لايف هم تطلعوا بزيط الوقت كان في تنافس نوعا ما بس بشكل إيجاب أكيد أنا بحبه للشيف رمزي أنا بحبه صديق ورفيق وكنتو سوا بالفندقية بالفندقية نزبط أنا لحتى علمت عند بيو ولحتى هو بس إجا من فرنسا هو بنتعلم إدارة الفنادق بيو الله يرحمه لي من شوية لكن حطه معي كمان ويتعلم ويشتغل وقدم كتير خلوق عنده احترام للغير يعني عنده احترام للغير أنا ليلة للاحد ما نمت بس عرفت أنا أول ناس قبل ما حطه بشو ساعة ساعة ونص عرفت إنه توفى يعني صدمة كانت لأنه بعده شب بعده بعز عطاه وما بيقوله هلأ هو بتفرغ دشر التيفي وتفرغ مع هد الكفاءات لأنه بيتوفى وهو المدير فوق بالكفاءات وإخواته قال الله يرحمه قال الله يصبر أهله وكل محبينه قال الله يصبر أمه بأمه بارة طيبة حرام صح في عندك الذكرى اللي شايف رامزي بتفكر فيها بس تتفكر فيه ايه يعني أنا دليت أنا وياه أربع سنين أنا أطلع كله نهار خميس كنت على الكفاءات علم فوق وهو يكون فوق قلت لك بقى كنت جاء من فرنسا وبيو نديم الشواري كمان قال الله يرحم واللي هو يعمل المشروع الضخم بالكفاءات والمباني الحلوة بالفنار ايه ونكون فوق سوا يعني كل نهار خميس دلعت أربع سنين قبل سنين أنا صاري سبع سنين أعلم معها تلات سنين ما كانت تشاف رامزي وبعدين يجي أربع سنين سبع سنين وعدين فلعت كنتوا تتلاقوا كل وقت سوا كل خميس ايه كل خميس فيش أكل ما كنت تتفق عليها كيف تنعمل ما كنا نفوت كتير لأنه أنا بس كنت أنا وياه فوق ما كناش معنا بالتيفي ما كنت لأنا بالتيفي ولهو بالتيفي هو سوعة بتحكمنش ثلاثين سنة ايه هو أكتر يعني أنا مبلش عندهم علمت بصليمة بسنة ثمانة وسبعين تسعة وسبعين جيت لعندهم ثمانين علمت عندهم علم الخمور بالكفاءات هاهم بالحدث علم الخمور وتغذية بعدين رجعوا فتحوا فوق بالكفاءات طلعت لعندهم نلعت معهم أربع خمس سنين يعني كلهم سوعة سبع سنين أنا معلم معهم بس ما دشرت حتى أبيو المرحوم طلب مني أنه دشرت وقطع لعنده يعني استلم قلت له لا ما بدشرت الدولة ولا بدشرت للليبان ولا بدشرت للليبان أنا ابن الدولة ولازم نكون أوفية للدولة مش كلنا على الدولة لازم كلنا نساعد لتقوم الدولة شو كيني ميزو من غير من غير شافات لشايف رمزي لايكي كل شخص بس يطلع مباشر عنده ميزة سبحان الله أنا لأني مثلا في إيجا أيام بيقولولي أكلات مثلا مش هم لقدون نسوية روسته مثلا بدأ ساعتين ونص لتساعت لتستوي وأنا ما بحب أخذ معي جاهز ما بحب بيقولولي منسجل لأني ما بحب التسجيل خلاص ما بحب التسجيل بقى بحب أطلع لايف وتغلص الحلقة كل شيء عفا ويطلع شو المشكلة شو المشكلة ما لدينا مشكلة نحن فاتحين مطبخ هلأ كل شيء بيجي ضمن الأسئلة وضمن الأصول نحن منجاوب واحد بيزيدها منسكره ودغري وقلصنا شو بتعمل لأنه في ناس بيحبوا يزيدوها شوية وانت ايه منك هين متل ما قلت أنا بشوبهم أنا ايه أنا مدعوك بالحياة ومعلم وفهمين مصلحتي ما بيقدروا يقطعوا علي يعني رجلت كيف يعني اليوم تيجي واحدة بتقولك يا شايف أنتوان أنا عملت اعتبري البابا أورون ما زبط معي طيب 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 ليش ما زبط تقول لي ريسات بس تقول لي ريسات ريساتتي لكني حليت وين بلحظة بالله يعني ما فيها تعبت علي بقصد بالله هيرا ريسات مش ريساتتي وين الزبني فيها دغري بالله والليتين بقل وين البيت فيها قلت لي أنا ما بحب البيت قلت لي أنا ما بتحب البيت يا رجل الشالسي ما بتطلع معك الأكل الحلو متفق بردي أكيد وروح النكتكت عم تحكي عنه في شي في مقطع من البرنامج تبعك راح فيرل على السوشيال ميديا هي قصة الفيغن برغر اليوم صنفنا صنف جديد بالهامبرغر هو فيغن برغر بدي لهالكمية أول شيء خبزات من الهامبرغر هنلا بيطلعوا 8 بس مش حنشتدي كيس كرمال 8 2 من ناكلهم بساندوش عادي أنا وياكي لحمة مفرومة نعمة عبرة عجل 500 جرام بتنجيني واحدة 300 كوسة 200 جزرة واحدة أو 100 جرام خس آيسبيرغر 5-6 وراء مش أكتر وقتها أنا نحن نويت أعملها متل لعبة نحن اي ما زبطت أنا صريح نحن وقتها أنا أعملها متل لعبة إنه يلي هو فيغن وفيغن ما بيأكل الحمات طيب إذا نحن جينا حطينا كمية قليلة لحم بقلبها لهمبرجور وقتلنا له خضرة ونعملها لعبة علىه وما يبين هل ترى كيف؟ هاي يعني كنا عم نعمل لعبة اي كينيت نكتة اي من عمت اللعبة فيغن برغر طبع شيف أنتوان ما تتمي تغرب لحمة خمس مئة خمس مئة بس حلوة كينيت يعني عم نسوي سواينا كل شي جانا سواينا لهمبرجور من الخضرة هل تترك تلاليبان ترى حقا غير تلفزيون حتى كل التلفزيون يتعرضوا علي كله كله ما بيأ أحدا لحتى الو تي في حكاها اي شام حديل وكان هو يفق تفيون عملوا المطقق لقلي وقال لي روي الهيشم قال لي مني لك المطقق زي لشوف وصلوا معي 8000 دولار يعني فرحولي ما بلد كيف حده كتبه لك بتلاليبان مش هاك أنا مع حلمي بكون وفي طب أنا بلشت بتلاليبان يلي هو مباشر هون بلشت قبل هو يسكر مش أنا لو ما سكر كنت صحبتها معهم كنت صحبتها معهم يعني أزا الشخص اللي مقابقي اللي أنت عم تشغل أنتو إياه هو مليح وأنا مليح طب أنا وقتل كان المدير العين معي مليح طب شو إلي عين يجي قللهم ورفاقي والبي يصوروني ونمزح وكذا شو بدي أقول لهم أنا بدي أرشير لأنه يدفعين هناك ثلاثة أربعة ألف دولار زيادة أنا ما تطلع مني ما بحب مش كل شيء مصاري بل حيات يعني عندي المصدقية أهم من المصاري كنا نقول من الأول 26 سنة ونص بتالي لبان بتفكر أنه يومان ما رح توقف ما حرم يعرف هلأ نحن مرقين بكثير زروف صعبة كثير مش شوية وبعني مضاين معهم يعني مش عارفين كيف وانما نوصال هلأ كثير صار صعبة معهم ايه تالي لبان ايه لايش لأنه هو شركة خاصة بإدارة الدولة تيجي زورية الدولة ما بيزدوه لهم والخاصة ما حرم بيزدله أكيد يعني عن المال تانئ كلا يعني حرام في موظفين مليونين ليرة ما عايشهم بعد معرف مليونين ليرة بتلفزيون لبنان عم بيجيبوهن يومين بالجمع شهر الماضي إلونهم ما تجو 14 نهار مثل تبع الدولة الوزير حرام قدم اقتراحه ليزيدوا المصاري وكذا آخر شي ما وفقه له نصخرة والميزانية ماشية ماشية أنا بعرف من وقت زي كمان طيب على الدولة كانت كتير صعبة وهم نحكي أنا ما عايشي 4000 دولار مع عقد 200 دولار حلقتي زري عدش بوقت بالشهر اللهم 40 دولار تتصوري وبعني بتلفزيون لبنان لاني وفي لتلفزيون لبنان هم حط 18 مليون بنزين كل يوم بطلع النيل وبنزل عم بعد نسبة المشاهدين لتلفزيون لبنان هني عطا أغرابيتهم بيكونوا عم بيحضرون عترمي عترمي لان ما في كتير برامج من الآخر نكذب على بعض يعني ليش تلفزيون لبنان بالأخص ليه ليه بناءت هيد الشاشة لأنه أول شي وقتل كان الرئيس الحريري اللي باي اللي يرحمه إجا واختلفه الرئيس لحود تلفزيون لبنان تاب على رئيسة الجمهورية تقريبا للدولة نعم صاروا يعملوا علي منتجات للرئيس الحريري مثل شغلات مش حلوة ونكعت وشغلات وهايك الحريري صمم وقت الاشتاح بيروت واخد 25-26 نايب أول شي واصطلع عرر يسكر تلفزيون لبنان يجع يسكره وفي كتير الموظفين أحره تعويض ومنه نوقفه رجعوا طلبوا أنه يجع ينفتح رجع نفتح ضعيف وكل السياسيين الكبار كل واحد هنه تلفزيونه وما يلاقي له الخاص نظبوط عم يدعم تلفزيونه ما بيعني له تلفزيون لبنان واخر همه وهيك صارت مع أنه يجب أن يكون أول تلفزيون ما بيوميك اي شالوا منه اليناصيب واللوتو كان فيه كمان سحبوا منه يلي بيجيبوا كان شوية دعايات وهيك عم نحكي عن تلفزيون لبنان أنت مش بس بيد بلبنان أنت كمان قضيت ثلاثة سنين بالعراق وكنت بعتاد من مؤسسين مدرسي الفندقية هونيك مظبوط صح فينا نعرف ليش أنت قررت تروح على العراق بالأخص وشو الفرق بين الأكل اللبنان والعراقي أنا بس رحت على العراق كنت معني مخلص جديد وروحت مع مدير المدرس أي سنة هاي سنت لحنوش سبعين قعد خمش سبعين ستة وسبعين سبعين سبعين ثمانة وسبعين نصة جيد أنا كنت من مؤسسين مدرسي الفندقية بالعراق وعملنا لهم مناهج كل المناهج أخذناها من هون ونزبطها وندرب وكتير مشت لحتى كان في صعوبة بالأول بالعراق أنه يتقبل العراقي أنه يجي يتعلم طباخ أو نادل القرصان أو الشف ديران بيعتبروه نادل وكلهم مخمنين كانوا مثل ما أنا مرة حكيت عطي فيه حكيتها أنه مخمنين أنه العشي أو شيف المطبخ هو بالمطبخ شو تحت درش يا بيكون عنده عين مفقورة أو بياخد من إجره أو منه عنده عيهة مشين هاكي بيعمل عشي لا فيه الشفية الشفية أنا قلت لهم أعظم الدول لحتى رئيس الجمهورية الوزراء النواب بيعملوا اجتماع بياخدوا قرارات الدول بدوا يغسطوا إيديهم لأيجوا يأكلوا من الأكل المحضروا الشيف أصبح الشيف يلو كيانه يلو منصبه يلو كرامته يلو عزت نفسه ولكن من الوقت ذاته هو بد يكون شاطر ويكون نظيف لا يقدروا كل هالناس تأكل هالأكل يكون مرتب ويكون منيح يلو مركز الشيف المهم علمنا فيه وكنت انزل كل يوم ساعتين على قتال الرشيد وين بغداد بغداد ما كان فيه غيره وما بيعرفوا شي حرام كانوا بالإشهة الفندوقية نعلمهم وكذا بس أنا كونه يعطوني كنت أخذ 24 دينار على كل ساعة الدينار كانت دولار ونص هاديك الأيام لا كتر خلالة كان كل شي منيح وفي يعني نحن شفنا كمان في رفيقنا أنثني الرحاية الراحلة للعراق وفرجنا قد الأكل هنيك كمان يعني كتير طيب بكل البلدان بكل البلدان في عندهم عويدهم في عندهم أكلات مميزة كتير لأنهم طيبة بيتفننوا فيها وأنا قلت لك من الأساس أي أكل ما في أكل مش طيبة كل أكل سوية عصولة بنكهتها بتعطي تعطيك الأكل الطيبة في أكل مشتركة لللبنانية مع دول تانية عربية دول تانية بيعرفو يعملوها أحسن أو قطيب أو أنت بتلاقي أنه ما بعرف داود باشا بسوريا قطيب من داود باشا بلدنان كتير عن الأكل اللبناني عدى الأكل اللبناني في كويزين في منطقة بتحب تاكل ما بعرف التلياني السوشي الأكل الفرنساوي التلياني طيب هو أهم مطبخ الفرنساوي أهم مطبخ بالعالم هو المطبخ الفرنساوي وبيحتوي على 4000 سلصة كل السلصة بتضيفها على لحمة أو الجيش أو السمك تحمل اسم جديد ونكها جديد تشوف شو هي الساعة أهم من الإيطالي الإيطالي قوية بالباستا وقفتهم وقفتهم مضبوط مطبخ فرنساوي وسيلة أنه فرنساوي غاسترونومية يعني هنة بس الباستا تلياني تلياني طيب عندهم أكلية طيبة بالباستا عندهم أكلية كتير قوية بالباستا عم نحكي عن برات لبنان إذا بنرجع على لبنان شوي نحنا نحب نأكل أنا ومعين ودايما نتسائل ودايما نتشارع وين أطيب وين أطيب كبنية برأيك بأي منطقة من بيعمل أحسن أكيد لازم تكون معزة أكيد أنا معي أنا في عدل ورا المعزة غنم بس في ناس بيكلوها بعر أنا ما بحب لا مش طيبة أول شي بديك تنقي مطعم يكون في كوراج ما يعني؟ يعني عطول شغال قوي أوكي ترنوفر عالم أنه هو الأساس لا هو بده ينقل اللحام المخلص لقله شو المخلص ما يغشوا باللحمة يعني انطلب منه نهار أحد أربع خمسة كيلو للكب الني يعطيهم كتير نضاف للكب الني ويكون طازة يطلب منه اتنين تاتي كيلو للتابلي مثلا السوداء كمان بده يعرف ينقيه ويقشره ويكون مش محلز لي مش ما تضر مش هنبي بيجو قوات بالتمك وكذا ومشابه زالي كله هده بيأثر كله كتير بيعت تأثير على الكب الني وأنا معي مع الماعز لاي مع الماعز أول شي لحمة الماعز دهن أقل هاي واحدة لاي لأن الماعزية شو بيسموها رزيلة بتركض لهون بتركض لهون بتعربش على السندين بتقطف من هون ونيقة ما بتأكل إلا من راس التربون الغن ميد ضعيفة بتجي بتنبل بتنبل شو بتحط له فيه حشيشة بتأكل بتحط له تبني بتأكل بيصير هندلية وصير مدهنة يصب اليين وصير الدهن كله عليا تاني شي كتير مهمة للكب والتابلي لحم الماعز في طعم مزة شوية صغيرة هاي بيخليها للكب النية ولتابلي تطلع عطيب شغلي كمان كتير مهمة ياللي هن أهل الجبال بيعرفوها إنه لحم الماعز كيف ما أكلته بالأخص السوداء مبدر لأنه هي عطول متنما اللي ما بتاكل إلا من راس تربون الحبا أما الغنم تطلع لأنه بتكون بتكون شدي تبع الماعز أما الثورة تبع الغنم بتكون طري كتير هواقات إذا الخروف مش مغزة مع الضبوت بتحلزن أو تكون أكل عشبي نوعا ما بتحلزنها سؤال سؤال كتير مهم بشوار متجاج كتير مهم كتير مهم بتحب شوار متجاج أنا بموت بتفضل البطاطا جوية الصندوش برات الصندوش لا شوية جوية الصندوش كم واحدة كم قطعة كم شوار متجاج الصندوش صغير أو كبير ايش لا 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 في منهم يععملوا هالآد اي في منهم هالآد وفي منهم هالآد أنا ما بفهم صندوشية الصغارة على فكرة الشوار ما ما بفهمهم يكون لديك صغار صغار كتير هالآد مش حلوية أنت لوصة لوصة شوية 8 قطعة بطاطا تبع هل يمكننا أن نلاقي أطيب شواروها في لبنان أنا ما في يفوت ما فيك تفوت ما فيك تفوت ما فيك تفوت ما فيك تفوت أنت تجرب أهم الدعاية وتلاقي وانتلاقي شي طيب بصير تتردد لعنده بس في مناطق هلا إذا ما نحكي عن محل هيك خاص مضبوط في مناطق الأكل بيكون قطيب نحنا كتير من الشارع نحنا تنيناتنا من الجنوب هذا الشريعة على الأكل بسيطة اي 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 من الجنوب نيناتنا بس هو من النباطية انا من عزور كدق جزين ودايما بيوا بتسيقل علي وانتوا المسيحية ما بتعرفوا التطبخون نحنا بقولوا انتوا هلا عم تجي انتوا كل شي بتسموه مجدرة المدردرة المجدرة الصفرة البنية ما بتفهم أنا قلت له مجدرة الصفرة ولا البنية قلت له اي مجدرة صفرة نحنا بالبيت هيك نحكي انتوا بتحكوا هيك تقولونا مجدرة صفرة اي وبيقول لي هاي دي مجدرة بلبسوا هاي مدردرة بس كلهم اسموهم مجدرة في الاكل بي 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 بيغيين من منطقة للمنطقة لا الاكل فن احساس وزوء انا عملت تجارب بالفندقية كيف في مختبر دم في مختبر اكل انا عملت جبت اربعين طالب بنقعت خمس كيلو فصوليا نفس الفصوليا نفس الماركة من نفس الشيء ولحمة من نفس اللحام فصوليا بلحمة وخليت الاربعين طالب يعملوا اول شيء تركت خمسة خمسة يعملون مع بعضهم على الالالعشرين لقيت كمان كل نكهة شكل رجعت عشرة منهم اثنين اثنين كمان اربط شوي بس كمان بعدها كل نكهة شكل العشرة الاخرانيات كانوا تالت سنة اخر سنة كل واحد لوحده طبخها فيش واحدة مثل التانية دنيا زواء زواء فن وطريق التحضير طريقة وقت بتقولك النفس النفس هي الطريقة اصبح وين هي المشكلة الاساسية الفصوليا هي زيتا اللحمة هي زيتا والبصل هو زيتا بس تقلاية الزبن زيتا او السمنة او الزيت تقلاية البصلة هي الفرقة النكهة في ناس شأن حطوا وحطوا التوم حطوا لغل اللحمة بدهارا في غير حماسوة اكتر ايه هون وقت بتجي اللحمة البصلة تاخد لون الشقار الخفيف بتضيف عليها التوم نينيتهم اخدوا الشقار الاوي حطيت اللحمة اذا منوصي النار تعطيكي نكهة لللحمة وسط النار تعطيكي نكهة وقوية النار تعطيكي نكهة هون بدا تكون قوية منشان تعمل كوش غطاء قطعة اللحمة لتمنع العسارة الموجودة بداخلها تطلع لبلها لابستاكل اللحمة تدوب دوابان وما تحس بينا شقف موزيت شو ما كانت شو ما كانت في كمان شغلة اذا بالنرجع كمان كده نحكي بالاول نحنا مهودين على الاكل نحنا بالعالم العربي نتعلم الاكل من اهلنا يعني انا امي على متنطبخ فواحد بيكون معود على طعمي من ورا كمان يعني انا امي ما بتعمل التبولي حامضة ونفرم البقدوني السورنانا كتير صغير ومنحط كتير برا دورا فكمان هايدي بتتغير ايه كمان بالنسبة هو بحب حامضة حطينه نصف حامضة حال تصعب الليلو اصور شوية قبل ما تاكن كل صدر في هيكي فا انت مين عتيك الحب طبع الاكل امي على يا رحمه امي حساسة كانت ايه تير شاطرة تير شاطرة شو قررت لك شو نصائح لحياتك ايوم لا هلا عرفتني بس لويت انا اعمل الحلو وكذا هلا ايه اساس انه خلاص صرت بدي اعمل حلو انا هيكي انت عملنا مع كرون بالبيت وصفوف تعملنا حلاق اصبو ايه كانت امي تخبص عصاج اوقت من وقت للتاني تعملنا طلامي بزعتر طلامي بجبني طلامي باورمة وطلامي بحمص حمص بسلوق تحطي بقلبي طلمي بتاكلية ما بنسيها بعدين يجي باية مثلا نيقة بالاكل يكون الخبز الخبز الدايرة سميكي شوي طبع الصاج باية ما بحبي كلها شيلة امي ما تكب تحمص لنا ايهن تحمص تحط معهن دبس نعمل دبس نعمل دبس وصارونا حلو مثل حريق اصبع ليش بقولوا حريق اصبع لانه بيركد الولاد عم يلعب امه عملت الحلو بيركد هو دغري وبيمسك منها هي بتكون من شيلة عن النار دبس سميك بلزة بلزة وبيكون سخنة كتير من القلبها لو منبرط لأشوية بخار منجوها بعد الحماوة مضبوطة عالدبس بتحط اصبعك بتحترق حريق اصبع عم نحكي عن الولاد ليه قولك الولاد ما بيحبوا البيمية وبعدين عكبر بيصيروا بيحبوا وملوخية كمان كمان مضبوط لانه بتكون امه ما بتعرف تطبخها صريح بخاص تكستر هيكل تبع البيمية ذلك لا البيمية اعطينا هالقلم لعنديك الى من هون دايرة هاي الكمر بسموها بالفرنسيوي كورن غريك اوكي بيجيوا وسكين بيصيروا شلوها هلا الام المستعج ليش بسرعة بيبين فيها ثقوب دويح يعني جوات البيمية من جوها في مادة لازجة مضبوط مادة لازجة وهي كتير منيحة للكواع والركب وللشعر جيلاتين جيلاتين هاي دي لي سبب سبب تاني بتجيب الام لحمة تبعت بنتها لعنة اللحم بتجيب لحمة بقر بقصر لها من الباط هو بيقول عنده من الباط بيقول لك ما زال جاية البنت ما بتعرف شيء من الباط ما بد يبيع اللحم ما بدنا عم نقول جيبتها هي حطتها على النار أمنة القلية بصلتهم حطت كذبرة يبسي أو خضرة حطت اللحمة غلطة عشر دقيقة خمنتها استويت حطت البامي فوق كل نصف ساعة تجي تعلي شقفة لحمة والدسة بعد بدها بترجع بترجعها بترجع بتغليها نصف ساعة بترجع بتعملها بدها ساعتين تستوي اللحمة بساعتين شو بيصير بالبامي شاربة تفرض كل المد اللي زيوان صارت بقلبها مثل الشاربة مخطية بتصير يقرا في الواحد وبيأكل منها صح والملوخية بيعملوها ما بيحطوا الحامد قبل بيسقطوها وبيحطوها على هالنار وتغلي تغلي 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 هي شو بدها دقيقة كيف تاكل ورقة العريش ناية وقات كيف تاكل النعنع ناية الورقة الملوخية ناية بتاكل أو دقيقة بدوا دقيقة هالنار بيغلو ربع ساعة نصاعة بميلة ها تكنيك بيسموه انا رجعت كل الناس حببتها بالبامي بتلقوا البامي بتغلقها ست دقايق على مسؤوليت ست دقايق بس ستوا اللحمة خلوها تستوي من بقى ما تستوي اللحمة تتأكدوا انه استويت سقطوا ست دقايق تعتبر انه الزوء بتغير مع الوقت اكيد هلا عندك الاجيال الجديدة فاتي باشياء كتير الرهيرة بس الاكلات الطبيعية المنيحة بيضل الى باز اساسي يعني اليوم نانو فطرت بنت عمر عشرين سنة تسمع انه اكلت بنت ارفيقتها سيارية عند امه تقول لها لامه بدي سيارية الاشياء التي تستطيع المشي الأساسية هناك اشياء تتغير هل هناك مرة سألت لديك على البيت أكلنا شيء مع صوص مع فروتز ماذا كانت رزع الجيش رزع الجيش ماذا كانت ماذا كانت اوكي انا بحب اكلها مع حموس حدا حموس بطهين بس في شيء كمان سويت نعمل صوص مع كاري وبنادو و موز وتفاح مع رزع الجيش سألت جيش من الكاري مع رزع الجيش هذه جيش من الكاري هذه وصفة تحميتك وصفة تحميته وكتير طيبة بس مش رزع الجيش رزع الجيش اسمه رزع الجيش فيه اكل رزع الجيش مع لبن بس تعمل كانت تعمل الأرنبية كتير طيبة كانت تحط 15 كيلو أفندي لتطلع حلوة وصخنة هنا هي مرونية بس خمسة عشر كيلو أفاني لكم كيلو طعم الشارع كنتو الحي الحي كله بس طيبة كانت تطلع لأنه حلوة وهيكا تعمة البوسفير هي ركبة العربية كتير في ناس بيتفننوا فيها كل مناطق الشكل وليش كل مناطق الشكل كل مناطق شو كان يتوفر عندهم من حمضيات كانوا يستعملوها اللي بيرتي بيستعملو خمسة أنواع حمضيات كانوا يعني كل أنواع الليمون العادي بيستعملوه الكريبة فروتي بيستعملوه البوسفير بيستعملوه الشموتي بيستعملوه عرفت كيف؟ شو متوفر عندهم؟ بس هي أصولا علميا بالمطاعم كب الأرنبية البوسفير بوسفير لأينا هلأ في حال ما توفر البوسفير لأنه أوقات انطرب كب الأرنبية بيستعملوه بالأوتلات بالبلدجور وما بيكون في بوسفير بينحط عصير حامض شوي من مية اللحمة بس تكون بردت وما ظهر طاعة البوسفير دي غريب طاعة البوسفير إذا بتحكي عن الأجيال الأصغر هلأ عم نشوف نحن نصر فيه شيفس عفزة فينا تسميه شيفس بس عم يطلعوا على تيك توك و عم بيتفننوا عم بيفرجوا هول الأكلات الجديدة شو رأيك بالسوشيل ميديا بمواقع تواصف الاجتماعي ما بيحكوا عن الأكل خاصة تيك توك مناظر كلها مناظر ما بتآمن الناس اللي بيعملوا وصفاتيك بس كتير بسنهم أنا تعرفت عن نائم النون ما خاصن بالدني آه تراحت عليهم؟ بس بيلعبوا بالكاميرات والسوشيل ميديا والتصوير هو اللي بيلعب دوره بحس لما تكون عم بتشرح أنت طبخة ما فيك تعمل هيدا الشي بظرف ستين سانية أنا ما بعملها طلب مني ما بعملها تيك توك طلبوا منك تعمل تيك توك ما فيه؟ ما عملت ليه؟ ما بحب كذب عن الناس موديلي هيك هاي نفسية بتجي بدك تاخد وقتك أنه بتشرح للعالم ما فيك أنا الأعمل هو يقدر يعملوه أنا الأعمل هو يقدر يعملوه ما بتحكي عن الروستو ما بدك تجيب الروستو حاضر إذا بده ثلاث ساعات أكيد يعني بده وقت نحن نعرف كمان أنه أنت بتربي الجيج بتربي أرانب إذا ما أنا غلطان عندك تلتعشر قرنة بعفز أقلو أو بعضهم مثل ما هنه خلفوا صار في خمس صغار زيه وما بتطبخهم بتهديهم للأولاد بس ما بقدر ما بقدر إتباحهم بتاهدي للأكل أو بتاهدي للأكل لا باهديهم أساسا للأولاد بعدين شو بيصير فيهم خلاص أنا طميري مرتاح ما خي ما بتقدر تصال يركض على الباب القرنة بيعمل لك إيدي هايك وجره هايك تحط له وراء الخس الملفوه بصير يعمل هايك أنا بحس بشعور حلو بمبسط فيهم بمبسط و جيج للبيت جيج للبيت جيج للبيت كم جيجة؟ والله وصلوا لتنين وسبعين بس إيجا سعلب وغزة عليهم بالشاتوي وفرجتنا كمان تحت الهواء أنه درت تهتم بعد السعلب وبطل يكل أه أكيد عمل لي له درس سؤال هو شو بتعتقد هايدي الحيات أنه عم تربي حيوانات عندك فارم صغيرة شو أضافت لحياتك؟ أنا بحب أنا وقت ما بيجيني نوم بالليل مثلا قلقين من شي شي منزلة تحت عندي كلبس مروكي بقرقنوية بغنج بقرقنوية ساعة برجع بطلها بتلقيني بلحظة بنام سبحان الله بنبسط الحيوانات بيرايحوا بيرايحوا بتطبخ بالبيت؟ قليل قف أجل ها بتطبخ بس بالستوديو يعني بالستوديو قويت بالمعمل عندي البنت اللي بساعدها شوي لأنه أنا اللي بيشتغله عندي بالمعمل بيأكل بالمعمل معمل خياطة؟ ايه طعميون بالبوشري شو ما عملنا منيكل؟ نعملنا بطاطا مصدوقة مع بيد منيكل بيد بلدي بس بدي أسألك سؤال عن البيض ليه في بيد أبيض وبيض بني؟ لش في مرة شقرة مثلك ومرة صمرة؟ لا، ما في حياتي عرفت لا، ما في فرق بين اللون البيضة البني بين اللون البيضة البني وبين اللون البيضة البيضة إنما الفرق بغذى الجيش بيعطيك فرق البيض يعني إذا أنت عندك الجيش ببيض نوعه ببيض أحمر وحطيتيه بمزرعة بفرم وطعميتيه هرمونات بيعطيك بيض هرمونات وإن كان الجيش ببيض أبيض وطعميتيه نفس الغير الأكل برده يبيض مثله ونفس الشي بقلبه أما وقت بيكون عندك بيض بلدي وبيض بلدي بقصد فيه برجة ممنوعي الطعمة أي هرمونات فقط أمح درة درة كسر وشعير أوقيت أوقيت شوية الخالي بيخلط لهم أنا وخضرة أنا خضرة أنا صوروني بالزمان إنه عم بجيب جزر آه على النيو تيفي إزماني غلطان عم بتفتش على الجزر وما اكترست بعني عم روح جيب جزر من مطن بزبالي مش من زبالي هلأ بيوضح لك هو المستودع زبالي هلأ فيك تحط أنت بعلبي فيران وفيك تحط بعلبي دهب والعلبي زيتا هاي دي بتحط فيها فيران وهاي بتحط فيها دهب صح هو المستودع للزبالي بس المستودع وين موجود؟ بقلب سوق الخضار ما بينكب فيه إلا كل شي خضار لتتعرف أنا وصلت أنا كنت كل روح كل أربعة وكل جمعة لأنه بطلع الجمعة بطلع الأربعة وتارك سيارة المرسلس الأديمي كل مال هايك بحمل فيها غراط شو بتلاقي في شي بكونوا كبوا في مرة رحت أنا عم بكبوا شو ثلاثين صندوق بقدونس حرام لحقتهم قبل ما تكبوهم هني كيانوا محطوطين قفاص جزر قفاص كلها مكبوبة ما أنا بقلهم بدي بيعوا الجزر غالي طب واس يصال مرحلة إنه هالجزر بدي ينتزح يبقوا بنص حقه خيان يبقوا بنص حقه يبقوا بنص حقه ناس بتستفيد وما بيكبوه ما حرام عم بيكبوه كل نهار أربعة وكل نهار جمعة شو بيكون في خضراء بدلون تلف أو شي بيخدلون إيهوهنا الجيج والأرانب بينبسطوا بيتغزوا بأول شي جيجات بيصير منوع البيض كامل الغزاء وعند الجيج مفلوت بمساحة أرض ألف ومية متر بيشوف الشمس بيشوف كل شي وبيتغزى بيهو الحبوب تعرفي حالك عم تاكل بيضة بلدية تسوى مليون لحم ومليون الجيش بعتد نحن إذا ما نغلطانو السنة على آخر البودكاست نحن نعرف أنه أنت بتختم كل حلقة كمان بجملة إذا فيك على أمل أن تمر رازي الأيام بسلام صح ونحن نختم كمان البودكاست بسؤال بنسأل سؤال هل أنت بتعتدد فيه أمل؟ إذا بيروح مننا الأمل بنبطل ناكل بكرة الأمل عطول موجود بيتجدد ونحن بلد الإديسين وبيضل عنا سئب البطن لبنان حاكمونا العثمانيين 400 سنة ورجع إجا الخير وإجا البركية وإجا وعيشين بلبنان ومبسوطين وكل شيء إذا ما رأيت ظروف بعض السياسيين يلي حكمونا كانوا مش كدير ملاح معنا وهلكونا وتآمروا مع رياض سلامة وطرقوا مصريات هالعالم وفقرونا إلا ليجي نهار يكون فيه عدل من ربنا ويجينا حاكم مظبوط وزعمة عمبو جديد ويرجع الأمل يلي أنا بقول على أمل أن تمر هذي الأيام بسلام إنه نظلنا عيشين لتقطع هالأيام يلي هي مش مليحة ونرجع نجدد حالنا بأيام حلوة بوطننا لبنان يلي نحن منفتخر فيه أنا بارم تسعة وتتين بلد متل هالبلد بمناخه بتيبته بأهله ما فيه بفواكته أكيد رياد سليم هو الرجل الوحيد اللي أنت بتسكره بالاسم بس تيفود رياد سليم على الحبس إذا رح يفوت على الحبس إن شاء الله يفوت على الحبس إن شاء الله يحكمه يعني شو التبخة لبتطبخه فيه نيس رح يوزعوا بأليوة أنا مثلهم بوزع بأليوة أنا بسوي بأليوة بإيدي ووزعها لأيلك لا هلأ منه وحده منه يعني متوقع نحن بس هو راس الأوركسترا سلموه راس الأوركسترا هو يشلع لهم وهن يشلعوا له لقضوا على أموال هالعالم كله وتعبه وسنينه يعني اليوم أنا لأني رجعت بلشت بالسفر ما عندي مشكلة قلعت رجعت كتر خلالله بس في ناس بشارة تقلع يعني اعتبره عميد بالجيش يصير معايشه مئو ستين و سبعين دولار أنا تخرجت مدير مدير والأي مع الاستثمار الفندق ما عاشت تقعد ثلاثة مليون و ثلاثة مئة و ثلاثة و ثلاثة و ثلاثة كانوا يعملوا ألفين و بأطين دولار و شواء هلأ بيعملوا قد خمسة و ثلاثين دولار يعني من شان هيكي منقول لازم يتحاكم الرياض السلامي وغيره كل الناس يلي تعبوا العالم وهلاكوا يلي راح على أفريقيا تغرب 40 سنة و 35 سنة و 20 سنة و 10 سنين دشر مرته ربوا أولاده من دونه تعذب شاف الويلات هونيك ليبعث مصرياته لهون لآخرته يجي ما يلاقي شيء الانسان يعني فيه تعب هنه هايك أخدوه بكل بساطة بعض المصارف كمان مدرع طبعية أو أصحابه هربوا الأموال هربوا الأموال لبلا مش بس حاكم مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان اللي كانوا المصاري معهم وطيروهم وصاروا وينما بدنوا يصرفوا المصاري بطريقة ما حدا يجي سرق مصاري هايك نغري بس كيف هتبري أنا مثلا صارت معي الروشي مرة عم بماشي أنا ومرتي عم نمشي السبور يعني لقيت واحد حملة الكمبريسة وشغيلين بوب 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 ماذا هم تكسر هالسمك البلاطة بتجنن مثل لماذا هم تكسر ستين ستين قال لي انت ماذا لك أنا معي تعليمي هتكسر يعني لي لزموا مثل نفع سليم اسلام شو كان بوب بلاطو ما كان بو شي لينا يجوا يعطوا للناس مثل جهد العرب وغيره وغيرته يلا لتزموا هدهش بكلف مئة وخمسين ألف دولار يقيدوا سبعمائة ألف دولار هدا مئة وخمسين وهدا مئة وهدا مئة وهدا مئة ومئة ويتقاصموا وطاروا من وين كلهم من مصريات هالعالم هذا الحرام هذا اللي صار السرقة يعني هو صاحب المنظومة لو فيه كرامة زيادة رياض سلامة مشان الناس كلها ما تسبو ويشوف قداش فيه تعب للعالم وهلكاني بعرقة وتعباني يمكن فيه ناس بس مع عشرين ألف دولار بس هلكي بتجمعتهم للعشرين ألف دولار هدا يجي يطير رأيهم نقدمهم من هدا هلا بده يعيش بده دواء بده يأكل وليده يمكن تسافر ودشروه ما بيطلوا عليه تمنم بعيش من موان بعيش جبروك استقيل عندك الكرامة بتستقيل اللي ما بدي فيه محلات كتير فيه واحد ياخد قرار أنا مثلا كنت بالمدرية في كتير إشا كنت يطلبوها مني ما منفزهم ما نفزهم يزعلوا شوي يعني هايدي فيه كتير وشغلات مهمة طب حضرتك مرونة وبعتد فيه تكون رأيي جمهورية لا خي ما بدي ما بديك ياه؟ المنظومة أكبر منك بكتير تبلعك مثل تمسي مع سمكات صغيرة شو بدنا بالشغلة؟ شو بدنا بالشغلة خي شوفت هونت كانت سردة بتعد بتعد كتير مبسطنا فيه وتسلم وأنا جاءت بس شفتوا عم يكن لئمة جاءت بعتد للعالم صرت عم تكتب وعم بتحكي لأهلها وعم بتقولهم شو لازم يعملوا حسب وصفاتك ونصايحك أنا نشكرك مرسي لألكم ومرسي لكل المستمعين والمشاهدين يلي بتابعوكم ونوجلهم ألف تحية وتحية ومنقلهم إنه إن شاء الله الأيام تكون على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام اشتركوا في القناة شكرا